مرحبا بكم عزيزي طلاب في درس ديدي لو راح ناخذ مثال اخر عن الستاتمنت اف كاشف لو وهو مثال لقم ثمانية مثال ظاهر امام من الطلاب ادي كشف الدخل لشركة بغداد او مبين في ادنى هذا هو كشف الدخل لشركة بغداد عندي سيلز ربانيو 6.900.000 دينار وعندي محسوبة محسوبة مليون 900.000 دينار ضيفة المشتريات حتى يطلعون المشتريات الخاصة لشركة المشتريات وبرنامج تخفضون حتى يتواصلون الى المشتريات الخاصة بعد ما توصلوا الى المشتريات الخاصة دون اطراحونها من sales revenue حتى نصل على gross profit مجمل الربع والخطوة البعض هي طرح operating expenses المصروفات التشغيلية حتى نتوصل الى net income صحفي الدخل وعندي additional information معلومات اضافية وهي تغيرات في بعض الحسابات ال account receivable بتغير 310 الاف دينار decrease يعني انخفاض يعني انخفاض في رصيد المدينون وعندي prepaid expenses المصروفات المدفوعة مقدما بها تغير مقدارة 170 الف دينار increase يعني زيادة وعندي accounts payable الدينون ب275 الف دينار decrease يعني الخفاض والاكرواد expenses 120 الف دينار decrease ايضا ايضا ذاكر لي انه depreciation expense مصروف الاندتار هو 60 الف دينار لو تلاحظون طلاب امنامنا ضمن كشف الدخل مصروف الاندتار هذا وين تم دراجة هل تم دراجة ضمن كشف الدخل او لا بالتأكيد هو موجود ضمن كشف الدخل عند اختساب الربح فهذا مصروف الاندتار هو يعتبر احد الoperating expenses هو من ضمن المليون ومية وخمسين الف دينار فهذا الستين الف هي مضمنة ضمن المصروفات التشغيلية المطلوب instruction prepare the operating activity section يريد المقطع او الجزء الخاص بالانشطة التشغيلية من كشف التدفقات النقضية لسنة 2015 باستخدام ال indirect method وال direct method باستخدام الطريقتين الطريقة غير المباشرة والطريقة المباشرة الطريقة غير المباشرة هي الطريقة اللي راح تتعامل مع صحف الربح يعني ما تتعامل مع المدينون والمتحصلات من عدهم والمدفوعات للدائنون والمدفوعات للمصروفات التشغيلية وانما نتعامل مع رصيد net income مع حساب صحف الربح هذا نبدأ نسوي له تسوية باضافة بعض الفقرات او استبعادها من عنده حتى نحصل على صحف التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية فبداية هذا الرصيد مع ال net income بداية راح ابدأ افكر بمصروف الاندثار مصروف الاندثار هو مصروف قد تم استبعاده هو مصروف غير نقدر طبعا اول شي تم استبعاده من صحف الربح يعني من اليرادات اثناء احتساب صحف الربح لذلك راح نرجع انضيف هذا مصروف الاندثار الى ال net income هاي الخطوة الاولى بعدها راح نبدي نعامل كافة الحسابات اللي لها علاقة بالانشطة التشغيلية اللي هي هذي كلها ال account receivable الى علاقة بالانشطة التشغيلية وال prepaid expenses وال accounts payable والaccruid expenses وما ننسى ايضا انه ال inventory هذا ايضا الى علاقة فعندي هنا مخزون اول مدة وعندي هنا مخزون اخر مدة فبالتالي اكون خفاض في قيمة المخزون 300 الف دينار هو ما ادرجها هنا ضمن هاي الحسابات على اساس انه هي واضحة للقارئ فبالتالي المفروض واضحة الحسابات نضيف ال inventory نقل بي decrease 300 الف فهذه الحسابات راح بيعاملها مع ال net income ال net income هو طبيعتها دائنة كرصيد دائن وكل هذه الحسابات اذا كان الحساب مدين مثل account receivable او ال inventory او prepaid expenses فهي راح يكون التناسبات العكسي فاي زيادة بيهن نطرحها واي نقصان بيهن انضيفة والعكس بالنسبة للحسابات الدائنة اللي يكون تناسب بيناتهم طردي الزيادة انضيفها والانخفاض نطرحها اذا راح يكون ال section الخاص بال operating activities بالشكل التالي اخذنا ال net income اول خطوة ضفنا للاندتار 60 الف وبعدها عدد decrease انخفاض في المدينون تناسب عكسي فمدام انخفاض اذا راح اضيفها عند انخفاض في المدينون 300 الف هذه اللي نوهت عنها قبل قليل فهي طالما تناسب عكسي اذا نضيفها و ال prepaid expenses المصروفات المسفوعة مقدما التي تعتبر موجودات ايضا تناسب عكسي فطالما هي increase زيادة اذا راح اتراحها عندي ال accounts payable هو التناسب عكسي طردي فطردي النقصان نضيفها يعني عفو النقصان نطرحها و الزيادة نضيفها فانا عندي هنا decrease انخفاض فانا راح اطرحها وال accurate expenses المصروفات المستحقة هي تعتبر مطلوباتها والتزامات على الشركة فطبيعتها دائنة تناسبها طردي مع الصعف الرباح فالزيادة نضيفها و النقصان نطرحها عندي هنا نقصان اذا راح اطرحها فبالتالي راح اتوصل الى net cash provided or used by operating activities النتيجة اللي طلعت لي هو رقم موجب تدفق نقضي داخل لذلك احنا راح نقول net cash provided ما نقول used نقول provided by operating activities وبهذا نكون قد عملنا الجزء الخاص بالتدفقات النقضية من الانشطة التشغيلية وفق الطريقة غير المباشرة الان راح نرجع الى المطلب الثاني وهو يريد من عندي اختساب direct method او اعداد كشف التدفقات النقضية من الانشطة التشغيلية وفق الطريقة المباشرة وفق الطريقة المباشرة انت لازم تعرف ما هي المتحصلات النقضية من حساب المدينون باجملة مع البضاعة فرح ناخذ sales revenue ونسوي لتسوية مع المدينون فقط فبالتالي راح اتوصل الى النقد اللي انا استلمت من بيع البضاعة الى الزبان المبيعات هي طبيعة دائنة والمدينون طبيعة مدين فبالتالي هاي الفقارتيا او هاي الحسابيا تناسب بيناتهم راح يكون عكسي فاذا انخفاض المدينون انا راح اضيفه الى اراد المبيعات حتى احصل على المتحصلات النقضية من المدينون مثل هذه ما تشوفون امامكم النقطة البعض النقطة البعض راح اخذ cost of goods sold كلفة البضاعة المباعة هذه وابل اعاملها مع التغير في المخزون التغير في المخزون كان هناك انخفاض دي كريز ثلاثمائة الف كان واحد سعمائة في بداية السنة اصبح مليون ستمية فاذا من ناخذ cost of goods sold cost of goods sold طبيعتها مدينة كلفة والمخزون ايضا مدينة باعتبار الموجودات تناسب بيناتهم راح يكون طردي اذا الزيادة نضيفه والانخفاض نطرحه انا عندي هنا انخفاض فاطرحه من اطرح الانخفاض من المخزون من cost of goods sold راح يطلع لي المشتريات اللي هي الاربع ملايين واربعمائة الف فاني كان بامكان ان اخذ المشتريات فقط واعاملها مع الدائنون يعني كخطوة واحدة لكن افضل نذكر الطالب بها انه cost of goods sold هي تعامل اولا مع المخزون التغرف المخزون حتى نوصل الى المشتريات هي هذي الاربع واربعمائة وبعدين نبدأ نعاملها مع الaccounts payable الaccounts payable طبيعتها دائنة فراح يكون تناسب بيناتهم عكسي اذا الدكريز اللي كان هو بالدائنون راح نضيفه بالشكل التالي هذا عملنا مع الدكريز بالمخزون خفضنا اربع ملايين سبعمائة ناقص ثلاثمائة تاليف لانه نقصان التناسب طردي كان فنقصان ينطرح راح يكون اربع واربعمائة والتغير بالدائنون كان تقريز فراح نضيفه الانتناسب عكسي فنوصل الى cash payment for suppliers وقت عندي فقرة وهي الـ operating expenses هذه الـ operating expenses اريد اعرف ان اجل قد افعلها نقد بداية مصروف الاندثار هذا هو موجود ضمن هذه المصروفات التشغيلية وانا اعرف انه مصروف الاندثار هو مصروف غير نقدي فبالتالي راح ابدي استبعده يعني راح اقول المصروفات التشغيلية مو مليون ومية وخمسين وانما مليون ومية وخمسين ناقص ستين وبالتالي راح تكون مليون وتسعين بعدها نبدأ نعاملها مع ما يتعلق بيها من حسابات عندي هنا بريبيت وعندي هنا اقلويد اكسبيانس المصروفات التشغيلية هي مصروفات ضد طبيعة مدينة والبريبيت اكسبيانس هي موجودات ضد طبيعة مدينة تناسبات مطردين فالزيادة راح نضيفها والاقلويد اكسبيانس هي مطلوبات او التزامات على الشركة طبيعتها تكون عكس طبيعة المصروفات لذلك التناسب بينهم عكسي فأي دي كريز انخفاض في المطلوبات راح ننضيفه الى المصروفات التشغيلية بشكل التالي هذه المصروفات التشغيلية يعني باستثناء الاندثار هذه اخذ مليون مية وخمسين استبعد منعتها مصروف الاندثار فقال المصروفات التشغيلية بدون الاندثار هي مليون وتسعين وضفنا هنا الزيادة في المصروفات المسفوعة مقدما وضفنا الانخفاض في المصروفات المستحقة ورح نتوصل الى النقضية المسفوعة لقاء المصروفات التشغيلية اصبحت الان عدنا معلومات كاملة عن المتحصلات النقضية من المدينون والمسفوعات النقضية الى الدائنون او الموردين لقاء الحصول على المشتريات او البضاعة وعندنا المبالغ المسفوعة لقاء المصروفات التشغيلية هي ايضا موجودة فبالتالي نقدر نعيد السكشن الخاص بالاوبراتينج اكتيفتيز وفق الطريقة المباشرة بشكل التالي عندي الكاش ريسيت فرم كاستمرز سبع ملايين وميتين وعاشرة تدفق نقضي داخل فنخلي كرقهم موجب وعندي الكاش بايمان فور سبلايرز سنخليه بالتدفق سالب يعني تدفق نقضي خارج هذا حسبنا بالفقرابي وعندي الكاش بايمان فور اوبراتينج اكتيفتيز هذه المسفوعات اللي قال مصروفات تشغيلية تدفق خارج فالنتيجة نهاية راح تكون مليون ومية وخمسة وخمسين الف دينار وهو تدفق نقضي داخل يعني هذا عندي دينار سبع ملايين فهو اكبر من عتن فراح نقول عليه النيت كاش بروفايدت باي اوبراتينج اكتيفتيز هذا تدفق النقضي الداخل الصعفي وفق الطريقة المباشرة هو مشابه لما تم احتسابه وفق الطريقة غير المباشرة يعني لازم يكون هناك تطابق بين الفقرتين او الكشفين وبهذا نكون قد انهينا حل المطلوب في هذا المثال نلتقيكم طلاب في درس دينار ونشرح المزيد من الامثلة ان شاء الله ماه السلام اشتركوا في القناة